بسم الله والحمد لله والصلاة 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 قبل ما تشوف الفيديو متنساش تدعمنا القناة بتاعتنا يا جماعة بنبزل فيها مجهود جبار جدا واي حد شايف القناة هيلحظ المجهود ده بنقدم المحتوى كله مجالا لوجه الله سبحانه وتعالى عشان ننفع اكبر قادر ممكن من الطلبة حاول توصل الفيديو ده لصحابك تعمل لايك تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة وتنشر الفيديو تاخد لينك الفيديو وانشره على الجلبات عندك على تليجرام على واتساب على فيسبوك انشر القناة لاصحابك عايزين يا جماعة نوصل لكل طالب في مصر ما توقفش الخير عندك ما توقفش الخير عندك وانشر القناة ودعمها انت كده بتدعمنا لما تعمل لايك تعمل تعليق تعمل سبسكرايب تعمل شير للقناة او الفيديو انت كده بتدعمنا بتدعم القناة عشان نقدر نكمل وننفع اكبر قادر ممكن من الطلبة صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة شباب نهاردة بناتنا نذاكر مع بعض درس القراءة سهل جدا وبسيط درس كبرياء طفل سنة تانية ايه تانية اعدادي لو انت جديد في القناة بتنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك ولو انت اريد في القناة خليك مشترك وعمل لايك علشان نقدر نكامل مع بعض المحتول هادف مجاناً لكل الطلبة صلي على النبي عليها الصلاة وبساكل لدرس سهل جداً وبسيط بالتكلم عنه يا جماعة ده كلمة عزة النفس تقولك قبل كده كان فيه موقف حدث يحدث لمصطفى كامل فهو صغير يعني كان المدرسة بتاعته عاملة حفل لتكريم النجحين ناس اللي نجح وكده ودعيت الياه الخديوي يعني قاله للخديوي يجي بنفسه يتفرج عن الناس اللي اتخرجوا دون من ابتدائي وقنا الطلاب بعض العبارة يعني الطلاب يحفظوا كم عبارة يقولوها يقولوا عبدك يعني قبل اسم كل واحد يقول عبدك يعني مثلا أنا اسم محمد مهر فأقول عبدك محمد مهر طبعا مصطفى كامل ما حابش كلمة عبدك يعني عبد الربنا بس أنا معلل ما أنا بالكلام ده فما قالهاش فطبعا دي أقوله على عزة ايه عزة نفسه لك يا تسماعي وصله على النبي بيقولك وصل مصطفى كامل الدراسة حتى نالا شهادة اتمام الدراسة ايه حتى نادي الشهادة في الادراسة الإبتدائية سنة 1887 وأقمت الملاسة حفلاً فخماً طبعاً فخماً المقصود بها يا جماعة فخماً يا ضخماً عظيم القدر عكسها طبعاً شيء مطوضع لتوزيع الشهادات على الناجحين دعت عليه الخديوي توفيق وكبار رجال حاشياته كلمة حاشياته ممكن تبقى جديدة عليك شوية الحاشيات المقصود بها يا جماعة الأهل الخاصة محمد مثلاً حوالي تلاتة ربعة الخاصة بتوعه والنس البيت بيه والبيجو حواليها على طول دي اسمها الحاشيات جماعة حواشي والوزراء ورهطاً من علية القوم الراهط يا جماعة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رهط المقصود بها جماعة الراهط المقصود بها جماعة كلمة رهط مضاد بتاعها غريب شوية مضاد بتاعها وحداناً ووحة دال ألف نون ألف وحداناً الوحداناً عكسها رهطاً يعني الكلام دي يا جماعة الوحدان وقصود بها ناس وحايد عكسها يعني ناس متجمعين مع بعض فراهط انقصود بها جماعة من الناس جماعة كلمة رهط يا جماعة جماعة كلمة رهط أرهط وجماعة كلمة رهط أرهط وجماعة أرهط المهم والكبار رجال حاشيات والوزراء ورهطاً من علية تلقوا مع الناس كلها كبيرة في البلد تلموا تمام؟ بعدها ثم حدث في هذا الاحتفال الكبير حدث عجيب حدث حاجة عجيبة كده عجيبة يعني مقصود بها غريب طبعاً دل على ما تنطوي عليه نفسه هذا التلميذ يعني تنطوي يا جماعة تنطوي يعني تحتوي يعني ده يدل على ما يحتوي عليه نفس هذا التلميذ يعني جوه نفس التلميذ ده فيه حاجة كبيرة أو مستخبئة كان من نظام الحفل أن يتقدم الطلب الناجحون للمثول بين يدي الخداوي يعني نظام الحفل كان يقول أن الطلب الناجحين هيقفوا المثول المقصود بها الوقوف اللقوب بين يدي الخداوي يعني أمام الخداوي واحداً فواحداً وقد أعد الطلاب لهذا الغرض يعني ايه يجهزوا الطلاب اتجهزوا للموضوع ده فلقينوا العبارات المناسبة يعني حفزناهم لقينوا يعني حفزوا الناس حفزناهم يعني الكلمات المهمة لو ما يقولوها ومنها أنه في حالة ذكر اسم الطالب واسم والده يجب أن يكون مسبوقة بكلمة عبدك لازم قبل ما قول اسمي يقول عبدك فلان وأصغى مصطفى كامل كما أصغى بقية زملاء أصغى معناها أنصطة أو استمع باهتمام واحد بيسمع باهتمام عكسها طبعاً أعرض واحد يسمع عكسها واحد بيعرض وأصغى مصطفى كامل كما أصغى بقية زملاء لهذه التعليمات وإن اختلف عنهم في طريقة تنفيذي يعني اختلف عنهم في طريقة تنفيذها إزاي بقى ركز ماي جاء دور الطالبة النجاحين للمسؤول لبنادي الخداوي يعني جاء دور خلاص وكل طالب ناجح يقف بين ايدين الخداوي ونفذوا التعليمات بدقة إلا مصطفى كامل فحين سألوا الخداوي عن اسمه أجاب باعتداد وأنفة يعني اعتداد يعني اهتمام كلمة اعتداد المقصوب هي اهتمام أنفة المقصوب هي اعتزاز واحد معتز بنفسه افتخار تمام قال له مصطفى كامل يعني ما قالش الطالب مصطفى كامل ما قالش عبدك مصطفى كامل لا المصطفى كامل عطول غير مسبوق بكلمة عبدك وعن اسم والده ايضا اجاب مثال عن اسم ابوه قال له علي افندي محمد فعقب الخداوي على سبق معرفة بإخلاص والده يعني الكلام ده يعني الخداوي قال انا كنت تعرف ابوك ابوك ده كان شخص كويس قوي عقب هنا ما اصب بها يا جماع عقب ما اصب بها ناقش يعني بيعلق علي بقول له اه انا فاكر ابوك ده ابوك ده كان راجل كويس جدا فعقب الخداوي على سبق معرفة بإخلاص والده وكفاءته والضابط من خلف التلميذ الصغير يكادوا ينفجروا من الغيز يعني ايه الكلام ده الغيز اللي هو شدة الغضب يعني الضابط الواقف على الخداوي عمال مده يقول له انت يا ابني ركز بالله عليك قول عبدك يهمسوا اليها ينيازك كامل فتجاهله مصطفى كامل مصطفى كامل تجاهله خالص وظن الضابط هتا افتكر ايه قال يمكن هو من رهبة المكان بس خاف يعني يمكن مثلا يكون ناسي بس من رهبة ايه رهبة المكان اللي هو فيها جماعة المهم الرهبة اللي هو الخوف يعني فنفضل حفله وغادر الزائر من المكان كل الناس مشهد خلاص ساعتها ايه اللي حصل عم حاجة بقولك استدعي مصطفى كامل استدعي طلبوه طلبه حضوره والناس طلبت حضوره عشان ييجي بقى عشان نشوف ايه الحوار ده استدعي مصطفى كامل امام الضابط ومدرس المدرسة ونوقش في اسباب عدم طاعته يعني سألوه انت ليه ما اطعتش ليه ما اقولتش عبدك فاجاب بكل شجاعة كيف تطلب مني ان اذكر امام الخديوي كلمة عبدك وما كنت انا عبدا انا عمري ما كنت عبد الحد انا راجل حر ما قلتش عبد الحد ولا كان ابي كذلك ولا ابوي حد ولو قلت غير الحق كنت كذابا محتالا انا مش كذاب ولا محتال المحتال ده هو الشخص المخادع وحاشى ليه ان اكون كذلك حاشى ليه يعني بقول لا يمكن اكون كذلك فالطلب الضابط الضابط ايه اللي هو ارتبك اللي هو ايه ده ولم يستطع ان يغالب دهشته مش عايف يقوم الدهشة بتاعته اتفاجئ يا جماعة كيف ينطق تلميذ صغير لما يتعد عمره الثلاثة عشرة بهذه العبارات ولا يستطيع ان يتفوه بها الكثيرون ممن هم اكبر منه سنا ومقاما يقول في ناس كثير جدا اكبر منه لكن ما عندهمش الكلام ده طبعا ايه دروس المستفادة جماعة دروس المستفادة هنا ان دايما لازم تبقى حر لازم دايما تبقى ايه تبقى حر الفكرة مش معنى انت عائل صغير انت تبقى عبدا عادي لا فكرة الحرية بيكلم عن الانفة الواحد يبقى عنده انفة وعزة نفسك ورهبة لا انت مش عبدال سبحانه وتعالى وكده اكون درس النهاردة درس جدا بسيط وبإذن الله في الحلقة الجاية سبحانك اللهم بحمدك نشهد الا اله الا انت نستغفرك اتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته